لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس بعد اشتياح ليبيا احصار دانيال يهدد تونس العاصمة في ليبيا تأثرت بحصار دانيال من العبارات التي تصدرت اهتمام التونسيون خاصة بعد وصولها إلى ليبيا كشفت الهيئة العامة للأرصاد القوية أن العاصمة المعروفة بدانيال توسر حاليا على السواحل الليبية والسراع على السواحل بأمطار غزيرة وتشجيلات كبيرة الأمطار وعواصف رعدية وسرعات كبيرة الرياح والارتفاع مواجهة تجوز 4 أمطار وأشارت هذه الأرصاد القوية إلى أن بقية العاصمة دانيال سوف تصل إلى مصر وعن التساولات حول وصول هذه العاصمة إلى تونس نفه مع هذا الرصد الجوي عن هذه الأخبار امتداولها مفيدة أن بعض الأمطار ستنزل في بعض المناطق بدائم اليوم الأربعاء لغير وتسببت العاصمة دانيال في وقت سابق من الأسبوع بهطول أمطار شديدة الغزيرة أدت إلى حدوث فائضانات عالمة في أجزاء عدة من اليونان وقد تلقت منطقة ماغنيسيا الجبلية فطول أمطار تتراوح ما بين 600 إلى 800 ملم خلال 24 ساعة فقط وهو عمر غير مسبوك في بيانات الأرصاد القوية اليونانية وبالمسل تسرط أيضا أسطنبول في تركيا وبالغارية بفضانات وسيول جراه طول أمطار الغزيرة والتي أدت الوقوف على الغياد